موسيقى صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ثم السبت 3 نيسان 2021 ضيفي في هذه الحلقة عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور فول التشكيل لم يصل بعد إلى مكيول الحكومة الجديدة الأفكار الحكومية التي يتم تدولها بين الأطراف المعنية لا تزال قيد النقاش ثلاث مسارات ستمشي بالتوازي منها مساعي الرئيس نبيه بري والأجوبة التي ستتبلور بعد عيد الفصح ورهانهم أيضا على تقديم بعض التنازلات حكومة من 24 وزير لا ثلث معطل فيها لأي طرف والطريق طويل أم الطريق أصير سعادت النائب اليوم هيدا الحديث 24 وزير ما في ثلث معطل لحدا ما عاد فينا نقول طويل ولا أصير لأنه أطول من هايك ما عاد يصير إذا اليوم إن عملت بيكون كان المسار كتير طويل كان المسار طويل ليه بعد كون عبد طول المسار هالأد؟ ليه بعده الشروط ما زالت عالية؟ البعض يضع اللوم على الوزير باسيل أنه بعده متمسك بشروطه رغم ليونة الرئيس ميشيل عون لا هايك السؤال بس ينحط هايك أنت جازمي يعني أنه خلص قررتي أنه فيه تعطيل فيه معرقل فيه نحنا بنتحمل المسئولية وهي الحقيقة بغير محل تماما وين الحقيقة؟ منشان هايك ما بيختصر بيه هلأ هايك بديكون أنا بشكل موضوعي وسريع لأ وصف الأمور متل ما هي أساسا المشكلة هي مشكلة ثقة وهيدي الثقة بس بنا نجي نحمي المسئوليات بنا نقول لأ مين خلت تاني يفقدها لهيدي الثقة كلنا منعرف أنه وقت صارت تسوية رئاسية وبلش ينظار البلد بشكل من الأشكال كان أساسا فخامة الرئيس علاقته كتير جايدة مع رئيس الحكومي بليلة ما فيها ضوء أمر قدم استقالته وشفنا كيف تحول 180 درجة هلأ أنا ما عم بحكي لدين وما في أي سبب واضح يعني حدا يا ريت بتقليلي شو الأسباب تب هايدي الحادثة خلقت جو عدم الثقة ليش عمقول هاي الكلام؟ لأنه اليوم كل المواضيع اللي عم نحكي فيها لو فيه ثقة كنت بتقطع طب ولكن رجعنا من بعدة زبطنا وبشينا الأمور ما رجعت أبدا ما زبطت وكان رئيس حكومي يعني بـ 17-20 والدليل بس قال فخامة الرئيس آخر شيء قال هيدا غير الرئيس سعد الحريري اللي بنعرفه هيدا قصده فيها ما كان عامل الثقة بدي ذكرك مرة بحكومة وقت بداية الثقة ما تكونت قبل التسوية بحكومة بعتقد الرئيس تمام سلام فات الطيار الوطني الحر بوزيرين لهن الوزير جبران باسيل والوزير ليسبو صعب صح؟ صح هايك نبنيت السقة هلا هايك هايك بيحكي عن تنازلات ويتقدم واحد خطوة أكبر من هايك خطوة مصر بوقت الكتايب أخدوا ثلاث وزراء لأنه أخدوا حصية القوات صح ولا لا؟ صحيح صحيح مية مية طيب اللي بدو يحكي ما هايدي مش عملية أنه أنا بداش بدي أخده شو بدي أخده طيب اليوم شو المطلوب؟ وقت يبقى فيه الحذر الحذر اللي بدو ياخده كل فريق سياسي هيدا حقه بيصير بس يشوف هايك بيصير التعاطي معه طيب اليوم شو المطلوب؟ اليوم أزمة الثقة لشك إنها موجودة والكل بيعرف فيها اليوم أنه في أزمة الثقة بين الرجلين بدو بلقش لترجع تبني الثقة بدو على الأميل الواحد بدو الواحد يقوم بخطوة ليخلي الثقة تبيت بدي أقول لك مثلا فسريلي العدد 18 فسريلي إيه لترجع الثقة وقت الواحد يقول أنا 18 ونقطع على السطر 18 ونقطع على السطر إحنا بدو حكومة اختصاصيين غير كبيرة تكون منتجة فريق عمل يشتغل فيه موضوع وراء موضوع بدنا نكون صريحين ولا بدنا نلعب على الكلمات فينا نضحك فينا نضحك على العالم بس ما فينا نضحك على أنفسنا تب لايكي التناقض هلأ بتهمتين أمل تهمتين للطيار الوطني الحر متنقضين من بعضهم ساعة حكومة اختصاصيين ساعة ما بدنا نعطي التلت طيب إذا عم نحكي بحكومة اختصاصيين مع أنت ما لازم يكون فيه موجودة هذيك المشكلة ما فيه حصة لحدا فإذا هذي أكبر كذبة بعدين بتبين الكذبة أكتر بس نجي بحكومة اختصاصيين عم نجمع الخارجية مع الزراعة شو هالكذبة الكبيرة في حدا نفهمني إيها حاج نضحك بقى على العالم ونحط شعارات ونصدقها ونمشي فيها رح سير فينا متنجحها طيب لكن شو بتتهمه الرئيس الحريري اليوم أنه مصر على حكومة من 18 شو اتهام كن لأله يعني إنه بس فقط في التعطيل ما نحنا بدو يعطل اللي هلأ بدنا نوصله كنا وصلين له من سنتين إليلي لا يبطل هذيكي لا يرجع إليك كيف اليوم ما نرجع له يعني اليوم الرئيس الحريري ما كان بتسعة وعشرين تشرين الأول 2019 كان رئيس حكومي صح وكانت الحكومي مشكلة وحتى المعالجات الاقتصادية طلع هو يزيع مؤررات إنه هاك بدو يعالج طيب شو اللي صار لحتى بين ليلة وضحاها صار قائد ثورة وصار ما بدو يمشي مع العهد طيب له تفسير هيدا أنا مع محمله كل المسؤولية أكيد له تفسير هو شرحه يعني كبيرا شو شرحه شرحه إنه نزول عند رغبة الشارع كان الوضع مانه طبيعي كنا بثورة نحنا ويمكن كنا رح يصير في الكناف بالبلد ما كان وضع طبيعي يعني كان استثنائك طيب ما طلب الشارع كان بسبعة عشر تشرين ليش ناطر لتسعة وعشرين كان عم يعطي فرصة فرصة ورا فرصة فرصة ناطر كمان الأمور كي بدأت تطور طعطي فرصة قبل بنهار كان عامل خطة اقتصادية بالليل بقدم استقالته بلا ما يطلع يقل له لشريكه ما بيقدر يطلع يقل له لشريكه إنه أنا بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة ليش إجيت هيك بشكل فجائي لا أما هون ما وضعنا كمان نتخبى ورا أصبعنا بس بابا تكن تنسوا أنه كمان كانت هذه الثورة نازلة ضدكن كمان وقت اللي ما نجح لا ما هو كله كل صارية التشاطر ما هيدي اللي بتحطي إيديك بإيدو اللي أساسا هو سبب كل الأزمات المتراكمة سبب كفريق سياسي نحن العمل عنيه هيدي اليوم اللي ورتي من سنة التسعين صرنا كل مرة حكين عنها ولكن حطيتوا إيدكم بإيدو ووضعتوا كل هالأمور وراقكم وفدتوا بتسوية رئاسية انتوا ارتضيتم هذا الشيء الناس ارتضيتم مش أنا اللي اخترت طيار المستقبل بكتلتهم النيابية ولا أنا اللي اخترت حركة أمل ولا أنا اللي اخترت حزب الله انتوا ارتضيتوا تفوتوا بتسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري شو كان البديل الآخر الفرق كنا عايشين بفرق ولكن اي أنا كمان انتوا ارتضيتم ما هايدي العملية التعمية لكل المشكلة اللي عم نعيش فيها صار بالآخر المرتكب اللي جاي حاطت إيدو بإيدو لينقذ صار هو بده يتنصل ويحملك كل المسئولية. ما بيقدر انه طلعت بوجنا حركة مطلبية. نروح نركب عليها. وهي بالآخر ما علي. خلينا كمان نكون واضحين. كل هذه عملية محضرة. استغلوا وجه على الناس. استغلوا وساهموا بوجه على الناس. واجهوا بالآخر عم يستغلوا. قدام مين؟ بوجه اللي جايين بدهم ينقذوا ويصلحوا. ما زلنا لغاية اليوم. أنا عجبتني كتير سورية مبارح. كنت بدي قتلكها لبعد شوي. بس اجا وقته هلأ. الأبيتي نعم طلل هاشم. بعزة مبارح. اللي بده حكي عن زمن السوق. حط مشهدية المسيح وانهار صلبه. وكيف اللي كانوا كل المحيطين فيه. شو كانت أدوارهم وبوقتها شو كان. وشرح هيدا زمن السوق والشر. ورجع انتقل لوضعنا الحالي. وحكي عن زمن السوق والشر. وبتشوفي كيف بالآخر. اذا عملتي هيدا الصورة والمشهدية. وهيدا الوصف. تاخدي الحقيقة متل ما هي. وباقي كله كذب وطعمه عن الحقيقة. الجاي يخلص وجاي يمقذ. بالآخر بدنا نحمله المسئولية. وبيطلعوا مين؟ نفسهم الجلدين. نفسهم أسباب المشاكل. هن اللي بيصيروا الطبويين. نازل اليوم. اليوم بديك تقليلي. اليوم الانقاذ. هو جاي من الرئيس سعد الحريري. هو المنقذ. كل الوضع اللي عم بتقليلي استجاب للناس. لش الناس هي هلأ بعده مستجيب إلى. لأ ولكن بدي. بس بدي. صورة الحقيقية هي انه ما قدروا. بالآخر قالوا له انت خليك. منا معاوزينك. عاملين حركتنا. ومع تقديد ايه بيقدروا يقلبوا الوضع. وهي كان مستهدف. هي مستهدف. استهدفوا التسوية. لأنه مستهدفين العماد عون. صح. وقت المناجح يتضطروا يلتجوا. قالوا له قدم استيقالتك. بليلي ما فيها ضوء امر قدم تغري استيقالته. وعلى بنا كان مستجيب للناس. طب شو اللي تغير برأي الناس. لبل بالعكس. كان الدولار بألف وخمسة. لبل بالعكس. سبب هيدا الحراك. هو فريقه السياسي. اليوم الضريبي على الواتس اوب. اللي كانت. يعني كان الوزير الشئير هو من اقترحها. عشرين سينس بالنهار. عملت حركة مثل هايدي. صفه هو. بطل الثورة. وصفه هو بدوا يعمل الانقاذ. وعن نرجع نقول. هيدا الواقع ما هي عدم السقة. خلتنا بالآخر. بس بتقول لك صحي. ولكن اليوم فيه ملامة كتير كبيرة على فريقكم السياسي. ساعت الهير. روح ان نحنا اللي يمير كلمين بدوا يلقونهم. عشو بدوا يلقونهم. لأنه حضرتكم جيتوا بطريق انه نحنا الاصلاح. نحنا التغيير. نحنا اللي رح نقلو بقى المعادلات. صح. حتى هذه اللحظة لم تتمكنوا من قلب هذه المعادلة. مشان هيك الملامة كتير كبيرة عليكم. اليوم لما يروموا رئيس الجمهورية. لأن هون بيعرفوا من هو رئيس الجمهورية. وإذا غيرنا. وإنه قادر يغير. وما عم بيغير. ما عم يقدر يغير. ليش؟ بكلمة الاستقلال. وقت شرح الواقع متل ما هو فخامة الرئيس. وقال أنا مصر على معركة الإصلاح ومستمر فيها. ما رجع قال إنه المعركة غير متكافأة. ما أنت عم بتواجهي. مش طرف سهل. مش إذا بدك منظومة سهلة. متشابكة. ما زال فيها من الطرفين. يعني نحن نعرف البلد القصم بفترة عموديا بين ثمانية واربعة عشر. أنت بتشوفي كيف بيستشرسوا. عند كل محطة من المحطات. بس يجي. أنت عم تقدري. إذا بدك تصوبي مظبوط. على مكام خلل. مثلا. بس تحكي عن تديق جدائي. كيف من تحت الطاولة بتلاقيهم متشابكين مع بعضهم. كيف بس تجي. بعدك تحكي عن سياسات اقتصادية. عن عملية إصلاحية. كيف بتلاقي من تحت الطاولة. ومن فوق الطاولة حتى ما عندهم استعيقين بحالهم. دايما تشابكين مع بعضهم. والحماية من هنا بتجي. من سياسيين. من اقتصاديين. من رجال أعمال. من رجال دين. هذه مواجهتنا نعم. وعراس السطح. نحن بقلب المواجهة. بس نحن مش عاملين انقلاب. المشكلة الحقيقية. انه انت بالأدوات نفسها. اللي هي سبب المشكلة. بديك تعمل الإصلاح. ولكن يعني هدي شعب كثير صعب كاميرا. مش ليك الشارع. بقيلكم انه ما رح تقدروا انتم. ما شو عامل الشارع. هيدا الفسير. ما رح فيكم تغيره. ليش ما فينا نغير. يتفضل يصوب هو. يصوب حركته. حركته ضرتنا. اليوم هي راكمة الأزمة. وهي ما قدمت أي حلول. ومبارح تحديدا. نعم طلع. شو قال عنهم. قال صرته شتمين. مش هيك تستعمل. صح. وما في لكم أي هدف. ومش هايدي الطريقة اللي بتحلوه. بالعكس زادوا الأزمة. تفاقما. وهني لأنهم بمحل معين. اللي عم بيستفيد من حركتهم. هو عنده مصالح داخليك في السريري اليوم. اليوم الدولار صار بي. وقت صار 14 تلاف قامية لأيامي. قطع وصل للخمسة عشر. اليوم بين كبسة زر. ما عد في حركة. طيب وقت نحن عم نقول بدنا تديق جنائي. وعم وعم يتعرقل. وعم نلاقي صعوب. حدا طلع صوت واحد. واحد صوت. يقول بل شو بتديق الجنائي. أنا كيف بدي أعرف الحقيقة. أنا ما بدي أتهم حدا. أنا ضمنا بعرف كيف أن المسئوليات عمينة بتوقع. بتوقع على ثلاث أطراف. بس ما بقدر وزع النسب. يعني مثلا أنا بسقول في مسئولية على المصارف. في مسئولية على مصرف البنان. في مسئولية على الدولة. بس بقيا نسب. ما عم بقدر أعرف. مين اللي بدو يخليني أعرف. تديق الجنائي. طيب. أنا اللي عم بيحول أمواله لبرة. وما يعني أنا وأنتي ناخد مئة دولار من البنك. أو نحول مئة دولار لابنا ببرة. نحول الملايين. بيجي بيعمل لي موعظة. صبحوا ظهروا عشية. عن حقوق المواطنين. وعن الجوع. وعن الفقر. وعن التعتير. ما أنا بدي أعرف هاي دي الحقيقة. مين ما كان يكون. إن كان من فريق السياسي ولا مش من فريق السياسي. مين هو هاي اللي بيقدر يحول عشرات الملايين. وميات البلايين. ووصلت بلا ريالات كلها تحولت لبرة بصورة استنسبية. ولو إلو الحق بصور يواجهوك. طب اليوم حضرتكم بالحكم ما فيكن ضلوا تقولوا اليوم. بدي أعرف بدي أعرف. اليوم الكابتل كنترول ليش ما خليش ما خليزهوك. ما هون بتوصلي. هاي دي معركة. شو من قدنا انت رئيس جمهورية شو بتعملي اليوم. بس بس حاكم مصرف لبنان اللي بيطلع على ورقة. عبروا اليوم. صاروا خمسة وعشرين. وان شاء الله نكون اربعين. وانتكون وزراء. وهي مش رحضا يقل لي وين الغلط بيحكي وشو بقدر اعمل. بلقطوا بضربوا قتلي للحاكم بمصرف لبنان. كان معنا باجتماع اللجنة. بقليك عمله. وليوم هيدا المطلوب من رئيس الجمهورية. يطلع يصارح اللبنانيين. انه هو ما انه قادر يعمل شي. لكن رئيس جمهورية شو أداته. شو أدواته. ما عنده أدوات. ما عنده أدوات فازا. اكتر شي. تعرفي انه اليوم اضعف بكتير كان لو حيال له شخص غير العماد عون. لانه هو مش من صلاحياته اخي دقوته. اخي دقوته من محبة الناس له. من شعبيته. من ثقة الناس فيه. هم يستعمل حتى امور هاي دي بالاخر معنوية. اكتر مننا مادية بيقدير يفرض فيها. اكتر هلا بيقول لي. يبعط الحرس الجمهوري. واللي بيصبه. معقولي رئيس جمهورية مش مش هالعون. ينهان بها الكلام. انت قلك حق تقولي. انه ما بتعجب لي سياسته. وتنتق ديه. بس هيدا الكلام مش شتايم. والكلام البزيعة كالحرع بدي يبلش ينقلب على اصحابه. ما طلعت اصوات بتقول. خلي يبعط الحرس الجمهوري. يشحطو على الطرقات ويدقوا قتليه. طيب ما بتنشاف بهيدا الاتجاه. انه هيدا مش اداة شرعية بايد الرئيس. اي. ولو بيقدر يعملها. ولو انا بقدر بعملها. ولو عشرة بيقدروا يجمعوا بعضهم ويعملوها. بس مش هيدا الاساليب اللي قانونيا ودستوريا مسموحة إلنا. شو مسموح إلنا بالدستور. حتى اكتر ضغط عمله الرئيس. شو عميل. بعت رسالة لمجلس النواب. واستجاب إلو مجلس النواب. بس شو عم بيصير. يعني بيصير في استجابة. بس عمليا. لحد مبارح. شو قال وزير المال. قال 48% استعمل او 48% بس من المعلومات. عطانا ايها حاكم مصرف لبنان. إليلي اذا انت رئيس جمهورية شو بتعملي. بس نروح على حكومة بتقول وبدأ نغير الحاكم. مش بس دول العالم بتقوم. كل القوة السياسية بداخله بتقوم. وبتقول انه هاتي خط أحمر. ضغطوا للضغوطات ورجددتوا للحاكم. من شان هيك لازم تفهموا. من شان هيك اليوم لازم تفهموا. بس عم نشدد على طريقة تشكيل الحكومة. لحتى بعض الأدوات نكون على القليلة قادرين نتحكم فيها. لتقدروا تعرفوا انه لاي الواحد مش كرميل شي زياتي. كرميل لايقدر يحقق. وانتبهي بين مزدوجين يحقق. يعني اكتر شي انت عم تقدر تكوني. اذا تمانعي اكتر من انه تفردي رأي. اليوم كل المعركة اللي اسمها تلت. ضامن. هي الحقيقة نص زيد واحد. كيف يعني؟ رح اشرح لك هيها بس بشكل بسيط. وقمت بتهمول الرئيس الحريري فيها. ووقتي يقوله رقم 18. رقم الحكومة 18. مقصومين تسعة مسيحيين وتسعة مسلمين. هو كل هدفه الرئيس الحريري ياخد عشرة مع ناس بيرتاحوا وياهو. لأساسا مسمينه. وبدو يترك بس عم بيقول انا بترك 8. لاش عم بيحدد له للرئيس 6. لانه عم يعتبر حزب الله بيتفاهمه مع الرئيس وبيتفاهمه معنا. ممكن بدو ولا ما بدو. انا ما بدي حطه سلفا بها الخامي. بس مرشح حزب الله دايما انه يسيرنا او يوقف الى جانبنا. صحيح. بدو زوقي في حزب الله. مع فخامة الرئيس. ما يشكل النص زيد واحد. يعني كل موضوع بيختلفوا علي بمجلس الوزراء. تعالوا لنصوتوا. مش حرجينك يا حزب الله. انت مش معاوزين صوتك. سيروا للرئيس. تحكوا علي. عطوه صوتين زيادة. بس بالاخر ما عندو اي قدرة. صار بيفوت بيتكتف بمجلس الوزراء. يا مضطر يقبل. متل ما وقت اللي. التجديد لحاكم مصرف لبنان. طب اذا رئيس الحكومي والاكترية. والاكترية. ما بدون يغيروه. شو بيعمل. بوقتها. بوقتها. كان قمام خيارين. او يفرط التسوية. وكان طلع الحق علي. لا يكون رئيس الجمهورية. ما بينطاق. او انه يمشي بالتجديد لحاكم مصرف لبنان. بس المعروف حتى ما نظلم. اي. لك الصحافي العالميه قالت. الوحيد رئيس الجمهوريه. هو اساسا قالت بالاخر مع التديق الجنائي. ب بس كان بده يغير الحاكم. مش تكرميل شي شخصي كمان. لكن انتي وقت تعترضي على السياسي. ما هذا مش سر. صح. من كل عمر وفخامة الرئيس. مش بس اجاب على لبنان بعد الالفين وخامسة. من بس كان بالمنفى. وهلأ عم بيتداولوا كثير على وسائل التواصل. كل احاديث اللي عماد عنه. اللي كانت عم بالطالب بالتدي. وتنتقد هذه السياسي. هلا هي السياسات المالية. اللي وصلتنا لهون اخر شي. نحن بهذا الانهيار يعني. الفكرة من التغيير كانت. مش الانتقام. ولا الاصاص. الفكرة كانت تغي تغيير النهج. النهج. تغيير الاداء. وتغيير الخطط الاقتصادية. والسلوك الاقتصادي. مش هيك. هيدا الهدف الاساسي. والدليل انه ليك الى وين وصلنا. صحي. طب. ولكن اليوم. بقى يتحمل انه هو يصار. تسمعه كثير. متل كأنه. هيدا كان خيارنا. هيدا كان الواقع. متل تماما اليوم. انفرض نحنا بعدم. بعدم وجود السقة مع الرئيس الحريري. نحنا ما سميناه. ولكن خيار الرئيس. بس تقوله. العهد. طب هو. رأيه كان. ما يسموا النواب. زعب. تسأليه رأيه وشو بده. انه يسموا غير الرئيس الحريري. صح. ما منه سر هيدا. طب بس سموه كيف بيتعطى معه. بيتعطى معه كامر واقع صار. نحنا مش جايين. ننقلب على الانظمة وعى الدستور وعى الانون. نحنا جايين نسلك المسار الانوني والدستوري. قد ما فينا. وقت تسكر. انتو سميتوه. لا. اكيد لا. وهيدا عمل لكي. طب مش نيك عملكم. ما رح يقلكن تفرضوا شروطكن. اي شروط. شو بده بقى معنا. نحنا عمل له ما بدنا نشارك. هلا انتم ما بدكن تشاركوا. كل العالم عارف انه رئيسات جمهورية بأي حصة عم بيحكي يعني. حصت لي. فهذا وضحت انه وبدو النص زيد واحد مش قصي التالت. هيدا هي الازمة اليوم الخليف عالمي بدو ياخد النصف زائد واحد اليوم بينكم وضاينهم. ماناش هلا عقدت بسعلي عن رقم 18. ما هيك انت عم تحصري عدد المسيحيين قد ما فيك يتنزليهم. حتى ضربنا الاختصاص. جمعنا الزراعة مع الخارجية. لك هالاختصاص شو دخلك الزراعة مع الخارجية. ما هي ما بعرف صراحة. تكونوا مهندس زراعي ودارس علوم سياسية. وبعدها كيف بدو يدير الوزارتين. ما علي يعني انه. طب هلا بال 24 وزير. ايه. هلا لوان بتصير المشكلة بسطلع عام 18. كل ما تزيد الحصة المسيحية. ما هي النص بدو يكونوا مسيحيين. كل ما بده تزيد الحصة المسيحية. ما انت المشكلة هي من بدو يسميهم. صح. من بدو يختارهم. طب نحلت شي هالمشكلة. لا مالاش كلها كلها بده تكون. لك خليني كمان بكل هدوء. اللي بيتعاطوا بتشكيل الحكومات. واولا الرئيس الحريري بيعرفوا. وكل الناس من القوى السياسية بيعرفوا. بيعرفوا. رئيس الحكومي مع رئيس جمهورية. بيتفقوا بالبداية بيحطوا هادي الكولونات. مش اول مرة بتنعمل. هاي كل عمرة هيك تنعمل. بيحطوا الوزارات. اول شي بيوزروها. اسوالة برزارت على الاعلام. ما طلعت لانه. عايب تطلع اصلا ما جالس بالامنات. بس هك بتصير. كيف بدو تصير. شو بيقولوا اول شي معلالة تكون واضحة. انه ن احنا ووفق كمان تصنيف الوزارات. بدو يوضعوهم مناصفة. بيجو اول خطوة بيعملوها. بيقولوا هاي الوزارة لهاي الطايفي. هاي الوزارة لهاي الطايفي. هاي الوزارة بيقسموهم بشكل. متجينس يعني. متوازن. يعني في مناصفة. حتى باهمية الوزارات. بين مسلمين ومسيحيين. هايدي اول خطوة. بتجي تاني خطوة بينقال حد كل وزارة يعني بعد طايفتها. بينقال مين اللي لو كانت سياسية. مين اللي بيسمي. اي فريق سياسي بيخدها. اليوم عم نحكي بأخصائيين. بس مين بدو يسمي للأخصائي. هون اللي انحشر فيها الرئيس الحريري وهرب. لي. لانه كل الاسماء. شو بدو يقول. مين مسمي الخمسة السنة. بدو يحط. مستقبل. مين مسمي الوزارة الطايفي الشعية الكريمة. بدو يسمي الرئيس بري وحزب الله. مين مسمي الدروس بيوصل للمسيحيين. ممنوح حد ان يسمي. انا بدي يسميهم. يعني. ما اذا بدك. طب ليش اليوم الاسرار. ليش اليوم هذه هي المشكلة. ليش الرئيس الحريري عم يعطي لكل انه يسمي وزراءه. الا التيار الوطني الحر. هايدي هي. طب الى اين سيصل بهيدا الموضوع. ما بيوصل بهيدا الدليل. انه ما قديرو يوصل على محل. واكتر من هاي. طب انه سألتو مسلا. سأل ببعض يعني جلسات مع رئيس الجمهورية مباشرة. ما اخد جواب. ما عم بيطلع على الاعلام يقوله. ولو مش انتي سمعتيه متل ما انا سمعته. قال قلتله لفخامة الرئيس. إليك خمس وزارات. انا سميتلك اربعة من هايدي اللايحة ورائة المعلاء. سميتلك اربعة. وانا الخامس واحد قدرت انه هيدا مرة كان بدك يتعينه بالإدارة. انه انا بسميلك ايه. وبيستطبع بيقول انه متل هيك متل شفقة او متل كبر اخلاق. انه بدك منه. منغير لك. منعطيك شيء اذا. منبدلك وزارة. منبدلك اسم. مش هيك الدستور بيقول. ولا هيك تعطي بالجوهر بالاساس. اكتر من هيك جواب انه انا بعتله تشكيلة. ايه. وما ارضي عن الرئيس عليك تعمل تشكيلة تانية. واكتر من هيك. ما انا وياكي اذا مقررين مكلفين بمهمة. طب انا صحيح انا اللي بدي روح اعمل الاستشارات وقدم الاقتراحات. بس انا باخد رأيك. وبشوف تفكيرك. ما انا سلفا اذا جاي اعرض عليك. بعرف اذا انت. من وراء حديثي معي. ومن وراء النقاشات اللي صارت. شو عم يعملوا ب 18 جالس. طب ولكن. ولكن الرئيس سعد الحرير هو من يشكل هذه الحكومة. وبيطلع بيتشاور مع رئيس الجمهورية فيها. بالاتفاق. بالدستور. بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وهي نقطة خلافية. وبترجعي لكتاب. عم بيقولوا لكم انهم عم تتعدوا على صلاحيات رئاسة الحكومة اليوم. الرئيس مشال عمدوا يتدخل بكل اسم عم ينحطي. مفروض لك. بالاساس. حنينا نصوي بالنقاش. بالاس رئيس الجمهورية مش محصور لطايفي. من اول الجلسات. رئيس الجمهورية. لو انه مظبوط عم يختاروا من كل الطواقف. بيعطي رأيه بكل اسمه بكل حقيبة. بس شو اللي صار. خلينا نحكي بصراحة. وهي دي معلومات يعني. مش انه عم بيحكيها من عندي. طلع الرئيس الحريري. بس كان عم بيجرب يوحي انه في جوسة. قال له انا هوا الصنة بدي نقيهم. وهو دي الفريق الشيعي بدي نقيهم. وهي دي من نقيهم. وقال له للرئيس انت بتنقي المسيحيين. تب هون الرئيس حتى ما يعرق اللي يجي له. لا بدي اتعاطى بالكل. قبل بهاي الواقع بيظل شو. بيظل من جهة القوات والكتايب خارج الحكومة. انت الغطل مسيحيين. مين بدوا يأمنوا. وبيظل الطيار الوطني الحر رافد. الرئيس الحريري يحكي معنا بالمباشر. انه قال لك الرئيس بيخد هالمهمة بس لقطيع المرحلة. ومعلاي كلنا بنعرف انه الرئيس بالعدد 18 مش قناعته هاي ولا ما قناعت فيها. طب مش اللي عاد صار ليش يعني. فإذا كان المبادر الرئيس قرب اكت الطريق. اللي تعرقل هون اسباب بترجع للرئيس الحريري. ما انه جاهز لتشكيل الحكومة. كيف ما انه جاهز اليوم؟ هو رشح نفسه. هو طرح حاله. كمرشح تسويه جديد. بده حكومة تصريف اعمال. يعني هو بده انت الرئيس انا بزلتلك هاي التشكيلي ولو سقطت بالمجلس النيابة. بصير انا عم صرف اعمال. بل اه? يعني بالاخير هاي النتيجة. تصريف اعمال. انه شو معناتها انا بقدم لك انت عليك توافق. بل حتاخد ثقة بالمجلس. ما سألو فخام الرئيس. ايه. قالوا هاو الاسماء اخدهم من حزب الله. هاون ساعة ايه ساعة تبين انه لا. لان حزب الله عم يقول مش انا اعطي الاسماء. يعني وقت ما يبدو يقدر ياخد ثقة بالمجلس. ايه ولكن احنا. هو شوف راني معهم. بينما واجبات الرئيس. واجبات الرئيس انه يكون عم يمضي على حكومة. على القليلة مقدة مقدر. هلا يمكن تصور امورته. ما تاخد الثقة. مش انه جازم. بس على القليلة بيكون بتصور شايف الى تأييد. كافي لتأييد. تقدر تاخد الثقة. ما كمان هاي دي من المسئوليات والدستورية. كمان ما بدكن تعطوه الثقة اذا ما كان في عندكن يعني مشاركة لأيكم. هاي الثقة بترجع لك. كيف تشالك كارية الحكومة. بدكن. اكيد نحنا عنا ثقة بتوقيع الرئيس. منشان هيك عم نجي نقول. نحنا ما رح نلعب لعبة النساقية بمعنى. انه لانه هاي حجة اللي عم يطلعوا فيها. هاي نحنا منقررها اذا فيه نساقية ولا لا. اذا الى الغطى المسيح. نحنا نطبع الغطى الرئيس الجمهور فيه امضاءه كافي. يعني رح تعطوه الثقة. لا. هاي مقلة دخلي بالثقة. المساقية والثقة فيه اثنين. نحنا عم نقول ما رح نستعمل موضوع المساقية لما نكون معرقلين بتشكيلة الحكومة. يعني رح تكونوا موجودين بالمجلس. يعني شو شو. شو شو. انت. بدنا نعرف. بدنا نعرف رح تعطوه ولا ما رح تعطوه. بحديث صلي على رئيس الجمهورية من من يومين. لجريدة الجمهورية. ما اجي قال غريب كيف بدك تتشرط على فريق. يعطيك الثقة. وانت عم تقول ما بدي يحكي معه ما عندي ثقة فيه. طب كيف. بالاساس. بس هاي دي مش هاي دي العائق قدامه. نحنا بدنا نجي نشوف. شو برنامجه. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وعمل كل هيدا التراجي عنكم. يعني. هو مضطر غير نحنا. يعني هو بالآخر رئيس جمهورية الكل. مش بس رئيس جمهورية الطيار الوطني الحر أو المسيحيين. هو رئيس جمهورية الكل. يمكن أمور بيلاقي حاله أنه بدوا يقبل فيها ليمشي البلد. طيب اليوم ما بتلاقوا حالكم كفريق سياسي. أنتو يعني اليوم أنتو من من قلب هيدا العهد اليوم. إنكن مثلا مضطرين شوي تتنازلوا ببعض الأمور. حتى تتركب هالحكومة. صحيح. وبآخر سنة ونص من عهد الرئيس ميشيل عون. لعلوا يمكن تقدروا ترجعوا تعملوا. تتنازلي. إصلاحات معينة تمشوا البلد. نحنا بوضع استثنائي. تتنازلي مجانا ولا مقابل شيء مش إلنا للبلد. طيب ما جوهر المبادرة اللي أطلقناها واللي طلع من شهر تحدث عنها للوزير باسيل. شو قال؟ قال أول شي في دستور وفي ميسائية نحنا عم نطالب معاملة جميع بنفس المعايير الكل لازم يتعامل. ورجع قال هاي أول مبادرة. إنو هيك ما تتشكت. قال مستعدين نستغني عنا. أعطونا الإصلاحات. ونحطها عجنا. الإصلاحات وسميهم مش الإصلاحات بالمطلق. حدد. قال شو بالتديق الجنائي. هو ما بدون شيء. معلش يأمل. خلينا نجي نشوف. وهي مصلحة مين بتكون. مش مصلحة كل اللي عم يسمعونا هلأ. حدا بيلاقي إنو في أكتر من هيك تنازل أول شيء. إنو ما منطلع من الحكومة ومنعطيها السقب. بس عملوا التديق الجنائي. أعملوا الكابيتال كونترول. أعملوا الأولين مثل الكشف عن حسابات السياسيين والمسؤولين بالبلد اللي حتى نشوق حركة حساباته. اليوم هيدا الكلام للوزير باسيل. يعني مش الكل أخده. مش الكل أخده أو مش الكل أبضه. لأنه اليوم حضرتكم كفريق سياسي. كمينة متهمين أيضا بهذا الفساد. يعني ما فينا نقول إنو التيار الوطني الحر هو منو فاسد لحاله. دلي أولي. العقوبات عمين إيجيت اليوم؟ ما إيجيت عالوزير باسيل؟ مصدر العقوبات؟ إيجيت ولا ما إيجيت العقوبات؟ يعني خلص العقوبات مع أنت فاسد الوزير باسيل؟ أنا مش عم حدد. أنا عم بحكي للمطروح. العقوبات اليوم عمين طالت؟ طالت فريقكم السياسي أيضا. لا طالت قبلنا الوزير علي حسن خليل ووزير فينيانوس. طيب وطالت الوزير باسيل؟ نحن لاش طالتنا أمل؟ ما فكيتوا تحالفكم مع حذر الله سياسية الأمور؟ أنا بعرفه ولكن كمينة فيه واقع فيه واقع صار. بح أرجع لك هيدا أيام السؤال حكي عنها الأبياتي أنه عم طلل هاشي. هيدا نفس الشيء. فإذا المسيح كان مشعوز لأن صلبوه. مش صلبوه. مش عوز فإذا. طيب فإذا اليوم الوزير باسيل أكل عقوبات. هيدا نشان على صدره. مش أكل عقوبات لأنه فاسد. لأنه لو مشي مثل ما بدهم كانوا على كتاف العالم كلها حطوه. كيف لكان. كيف عم تصير السياسات بالعالم؟ البشير بالسودان شو عملوا فيه؟ مش بس مشي شالوا عنه العقوبات. هوني كان علي العقوبات. نحن هلأ مش عم تشوفوا إنه في صفقة أرض ماشية بالبلد. انتو مش عم بتشوفوا بس التباك وتقلبوا الطاولة على الجميع مطلوب مننا. نقبل بصفقة العصر ونقبل بالتوطير ونترك النازحين ما نحل المشكلة. وين بلشت المشكلة معنا؟ لأنه أصرينا بدنا نحل موضوع النازحين. هيدا كل الضغوطات الغربية يعني عليكم وعلى فريقهم. وودوا يحكينا عن فاسد بتفضلي يقول لي وين؟ هلأ دغري يقول بهذا الملافهم بهذا المنور. بالأمس يعني استمع مدعي العام المالي القاضي على إبراهيم للوزير باسيل بقضية المواخر. ليش استدعي وليش يعني استمع لقلوء؟ أول شي هيدا بالعكس كمان هيدا بخانة الوزير باسيل. لا استعمل الحصانة ولا تهرب ولا عمل أي شي بالعكس. عطى كل المعلومات وبعض بضيعتني معلومات أكتر وخلينا نشوف النتيجة. ليه متهم الوزير باسيل بهذا الموضوع بالتحديد؟ مع مليك ليه. ونشكل هالإشاعات يعني عم بتروح فقط على الوزير باسيل بموضوع البواخر. رح اختصلك إياها. نحن جسم غريب عن التركيبة. ولا نهار حتى اللي تأملوا إنه بدخلونا معهم منصير جزء منهم. اكتشفوا إنه لا حتى لو كنا مضطرين نتعاول لأنه هاي تركيبة البلد. نحن ما عم نتخلى عن ولا أي شيء. كل اللي عم نأمن فيه منقول. نعرضت علينا ورقة أكتر بتسوية مالية. ب 11 مليار دولار. سنت كانت صرت التسوية بال 2011 وقتها. رفضناها. مش طبيعتنا التسوية بمعنى نتخلى عن الحقوق. نعمل التسوية بمواضيع اللي فينا نتفق عليها لنتقدم لقدام. وبالباقي من نظم خلافنا واختلافاتنا. اليوم وين مشكلتنا؟ إنه هيدا الجسم اللي ما قدر لا يدخلوه ويصوري شريك معهن. ولا بالأساس أني حابين هالتوزيعه والمحاصصة الحقيقية اللي عم يحكوا عنا. إنه يكون في معهن الشريك فيها. نطلين كل مرة الفرصة ليشيلوه. هلأ قدروا مع العماد عون أو ما قدروا. إنه حتى بالمنفى بتذكري ناغمة العونية بلا عون. إنه نحن قوادم بس هو المبيسوى. وقت كل المحاولات ما ظبطت. ورجع بالألفين وخمسة اللي سموه تسونامي. واللي رجع فات على الحياة السياسية. وأخذ كل هذا التأييد. تحالفوا مع حزب الله. اللي كانوا يسموه قاتل الشهيد بتحالف رباعي. وإجوا كلهم لحقول. لقلهم دخلي ولما لقلهم دخلي. فيك تفسريني لاي بوجنا. فلقيتيني تفسير بس. وما كناش متفاهمين مع حزب الله. هن اللي تفاهموا مع حزب الله. بس الفرق هن يتفاهموا. هن يحملين الخنجر بيظهروا. نحنا بس اتفاهمنا. لا كنا صادقين نحنا وياه. وبوقتها كانوا يجمعوا. عم يحكي عن الثلاث. بوقتها كنا نحنا وحزب الله مش مناح. بتأليف الحكومة كان حليفهم حزب الله. يجمعوا حصتنا ما حصته. بس يلاقيوها بتطلع الثلاث. يرفضوا تأليف الحكومة. شركوا الرئيس لحوض معهم بالحكومة. تحت عنوان انه ما طلعوا اكتر من الثلاثة. لحتى كمان. متل ما بيقولوا. انه يضلوا مأمنين اليهم العدد المريح. ما نفسه. هون عم بيحاولوا يرجعونا للألفين وخمسة. لكفيدي كلاش الوزير بسير. فشلة كل العملية مع العماد عون. وصولا انه ما قدرنا نمنعه من الوصول الى الرئاسة. خلينا نوصله ومنفشله. بس لقوا انا بعكس الكل. ما حدا يخمن. ما في انجازات كبيرة تحققت اول مستلم العماد عون. اول مستلم. ولكن اليوم نحنا بحالة يرثى لها. هايدي ورثة. مش نحنا بحالة مسؤول عنها. هو مسؤول عن انقاذها. هايدي الورثة. الي هلأ اليوم مشكلة الوزير بسير. كنت انا بدله او انتي او حيالله شخص. بده يعاني من نفس المشكلة. لانه اعتبروا انه العماد عون بعدها 30 سنة. او اكتر 35 سنة. انه هايدي هاودي العونية. بعض عمرا طويل. بعض العماد عون. بدهم يتشقفوا. يتقسموا. ماعد في من يجمعون. منخلص منهم. المقدرنا خلصنا منهم خلال هال 35 سنة. اجه الوقت يلا مننطر بعد شوي. منخلص منهم. مشكلة الوزير بسير. وهيدي اكيد محضرة. مش صفية. هو او غيره. بتنظيمنا. بالهرامية اللي عملناها. برأس موجود. كان هو او غيره برجع بقلك. بده يؤمن في حال نجاحنا. بالاستمرارية. بده يؤمن هايدي الاستمرارية. كيف بيؤمنها؟ بيؤمنها لثلاثين سنة. لانه بعده. بس من أمنها بمحاولة الوصول الى رئاسة الجمهورية. لا لا لا. اساسا معنى الشي. سميلي واحد ابدوش يوصول الى رئاسة. لانه ما بدي اتخبه وراء اصبعي. يعني اليوم بصوروا يحكوا. انه اليوم مثلا. الدكتور جعجع. متعفف عن هيدا الموضوع. سامي جميل. ما بيفكر فيه. الوزير الفرنجي. ما بيعني له شي. واكتار هلأ سميت هاو. لانهن رؤساء احزاب. وعندهن شعبية معينة. ولكن هني ممكن ما نسعولة. بقدر الوزير بسي. هادي مش تهمي. تاني شي نحنا اليوم. نحنا اليوم. بالعكس. عندنا. انت بتعرفي شو بيعني لنا العماد عون. بالعاطفي وبالعقل. بس كان عندنا رئيس مثل العماد عون. ما منفكر ابدا بهذا الموضوع. لانه بعضنا وبعضنا بيصلب المعركة. وبصلب المواجهة. بقى هيدا الموضوع وما منخليه يؤثر. على زبدك معركتنا الاساسية. بقى مشين هيك. بدون يستعملوا كل شي. ساعة بالفساد. ساعة بالطموح الشخصي. بس بدي افتلك سؤال. اليوم الوضع اللي اللبنانيين عايشينه. يعني انتو مرتاحين مثلا بهيدا الوضع. وشايفين انو مثلا كل السياسات عم بتكون صحيحة. تحتى وصلنا لهوني. يعني نحنا بلبنان. غريب بالسؤال. لا مش غريب بالسؤال. لانه اليوم كانوا معتمدين على العماد ميشيل عونت. بالتحدي انو يقدر يحل هذه المشاكل. واز عم يتبين انو نحنا عم نغرق اكتر واكتر. صح ولا لا. برجع بقلك. حاليا نحدد المشاكل. مثلا المشكلة المديونية. من قايمة انا نبالش. تبلي انفجرت هلأ. تعرفي ان انو بالالفين واثنين. سنت الالفين واثنين. اليوم مش عم ينحكي عن احتياتي مع مصرف لدنين 17 مليار. صح. تعرفي انا اتفجأت مؤخرا. انو بالالفين واثنين وصل للسفر. الاحتيات الاحتياتي. بس ما حدا نعرف. شو عملو جابو باريدو. وجابو مصاري. كانوا يخبو. يا ريت انفجرت بوقتها. كل هايدي التخباية اللي كانت عم بتصير. ما علي. ما فيك يتحملي. لا العمدعان ولا الوزير بسيري. ولا الطيار الوطني الحر. لا سوكلين. ولا سوليدير. ولا السلولير. ولا السوق الحرة. ولا الاملاك البحرية. ولا صندوق المهجرين. ولا صندوق الجنوب. ولا صندوق الانيق والاعمار. ما كمينة كل هاي المشاكل. وكل هال البنود. ما كمينة شي مش معبود. عم بحكي بمحل معي. عم ترجعي انت. بتنسي كل هالارتكابات. وبتنسي اليوم كيف بعضهم عم بيعالجوه. طيب حتى بدي فتلك بموضوع الكهرباء. انت وزيرتها او انا وزيرتها. انا شو مهمتي. انا اللي بدي يجيب الكهرباء. ايه بمحل معين بس كيف. انا بدي اوضع الخطة. صح. هذا دستورنا. بدي اطلع عمجلس الوزراء. اذا قبل فيها. صار هو مسؤول عنها. وبيكلفني نفزها. اذا ما قبل فيها علي روح اعمل خطة تاني. تطلعي بتلاقي نحنا عملنا. خطة وافق عليها. ومش نحنا اختار عليها. كانوا الكل موافقين عليها. وافق علي مجلس الوزراء. كلفنا بالتنفيذ. بس صارت على قلية التنفيذ. على قلية التنفيذ مش مسؤولية الوزير. عم بيحكي بكل صراحة. حتى بموضوع العجز اللي عم تتحملوا الكهرباء. هيدا من ال94. صارت العالم مزبوط. لكن اليوم نحنا مش هم نخسر هلأ. سنوياً خمسة مليار دولار بالدعم. عم ندعم المزوت. عم ندعم الدواء. عم ندعم الأمح. مكسرنا من ال94. عم ندعم الكهرباء. هلأ هاو دي الميتين مليون. لمؤخراً. صوتنا عليهم المجلس النواب. حتى يقدونا شهرين. هاو دي عم بيحطوا. هيدا التراكم اللي عم بيسموه ال40 مليار. هيدا شو مشكلته اليوم. هاو دي لمن. هاو دي للطيار الوطني الحر. ولا هاو دي ليدوروا المعامل. مفروض كان. انه المعامل بس تعمل انتاج. يرجع لمردود بيئمتهم. هاو دي الميتين مليون دولار. بتنتج فيهم. اذا عملت جباية كاملة. حتى لو كانت كاملة جماية. ما بتفيها تجبيه ربعون. ما فيها تجبيه 40 مليون. هادي مسؤولية مين اليوم. هالفرق اللي عم بيكون. ببين كلفة الانتاج والمبيع. هاي مسؤولية السياسة الحكومة. مش الوزير اللي بيعملها سياسة الحكومة. سوناتراك اليوم. بس انفجر موضوع الفيول المغشوش. طيب الوزير ووزراء. انا بالتحديد. عند كل ما يخلص مدة العقد. يطلعوا باقتراع مجلس الوزراء. انه بدهم يعملوا مناقصة. ما يقبل معهم مجلس الوزراء. شو بيعمل الوزير. منقلوا انت المسؤول. يعني في حقيقة هون. في تعمية على الخطار. في الحقيقة. وكيف تمشئ الدولة. اللي نحنا بدنا. ومش عم تهرب من المسؤولية. نحنا مسؤوليتنا وبدال الاولى. ايه معنك حق. مسؤوليتنا بالانقاذ. بس نحنا مش عمليينه لهي التراكم. المشكلة اللي عامل التراكم. هو عم بعرق الانقاذ. كمان. يعني اما عم بيساعدك. وهلأ ما بدي يفوت. توصع كتير بهيدا الموضوع. بس عالقليني لوصلت بشكل اساسي. الفكرة اللي كان بدلية. بدي يفوت على بريك قصير. نرجع منكمل حديثنا. ولكن ما عدا تكملتلي عن الاخبار. اللي جرى تقديمه حول حصول هدر ومخالفات. بملف التعاقد مع البواخر. اللي كنا نستمع لقلو على الوزير باسير. لا لا فردون هلأ. قبل ما تروحي على الاعلان. شوف. في هيدا الملف. بكرة خلينا ننتر نتيجته. طيب. هيدا الوحيد. اذا بدك شماعة. اللي قاعدين عم يحكوا فيها ملف البواخر. خلينا نشوف نتيجته. الوزير باسير هرب شيء من. او المعلومات اللي عنده. خلينا نشوف. يا. بديفوت على فاصل اعلاني. بنرجع من تكمل حديثنا فاصل. وننتابع. موسيقى. اعود الى الكم مشاهدين. لمتابعة السياسة اليوم. مع ضيف النائب سليم عم. رحل فيك مجددا. كلام رئيس الجمهوري. انه كان يفضل ورث بستان جده. على ان يكون رئيسا. واللي ما طلع نفي حول هذا الكلام. حتى هذه اللحظة من القصر الجمهوري. او اي تعليق على هذا الموضوع. اليوم. من بعد ما كان الرئيس عون يقول. بانه سيسلم بلدا. افضل من الذي استلمه. البعض عم يسأله. من بعد كل هيدا السنامي اللي عمله. وانه تمكن من ان يقضي على الاقطاع السياسي في البلد. وما بقي الا كم واحد. ثم يعترف بانه لم يتخيل ان يكون مكبلا. امام هذه المنظومة المطوقة والمحصنة. على اي اساس اطلقت شعارات الاصلح والتغيير اليوم. هل يفضل انه يكون يورد بستان جده على يستلم هيدا البلد؟ لا كم. مثل ابدك فيك يتفسري الكلام. راح اعطيكي التفسير الحقيقي. عم بيوصف واقع. بس ما مستسلم. بالعكس ما رجع شدد وقال. لن اسلم البلد للي كانوا سبب بالوصول اليه. مع هيدا الكلام. يعني ما في شي انه وين مستعجبي فيه. اي ما كنا مقدرين انه هالتشابك بهيدي المنظومة. وهالقدرة عندها انه تضل قادرة مستمرة. بس مش معنيتها لست سلمنا ولا وقفة المعركة عند هون. خديها انت كيف بد. اذا شو خلفيتك عسكرية مثلا. اي عال في مجموعة عم تجرب تسترد موقع الى. وعدت انه بدت تسترده. عم تتعرض لمواجهة قاسي بعض. بس بعض المواجهة قايمة. وبدت ترجع تسترد هيدا الموقع. خديها بإذا خلفيتك تجارية مثلا. عندك هتف تكبر مؤسستك. طلع قدامك صعوبات. منها يمكن صعوبات متدية. بس انت بعدك مصرة ترجع تسدي الصغرات. وترجع تكفي بالمواجهة. وين مشكلة. يعني ما اني شايف ابدا فيها مشكلة. وهون كتير واقع الرئيس. ما في يعني ندم بهيدا الكلام اللي قالوا. ابدا مش من باب الندم. من باب توصيف. وانت بتعرفي يعني. انا كان شغلي بحقيقة. يعني كلنا يمكن بتجربتنا. ما كنا هالقد. اذا بدك. مأمنين انه اذا ضلينا متمسكين بحقنا. بحقنا اكيد اذا حق. انه منقدر نوصل. يمكن الشي اللي علمنا يا العماد عون. انه باصعب الايام نحنا ميقسنا. الشخص اللي عم تحكي عنه. ما بدي ارجع لك لتاريخه بالاساس. خديه من وقت اللي النفى. وقعد بالمنفى. وقداش عانى. وضل. وجاهد. ووصل. وحتى بعد ما وصل. شو اللي صار معه. وكيف اول مرة. كيف كل كل تجمعوا عليه. لحتى ما يخلوه يقدر يحقق اي هدف من اهدافه. ورجع بالاخر بالمسابرة. وبعدم اليأس. ما هو. وفي جملة شهيرة كمان حلوة اليوم. بالقيامة نرجع نقولها. ما معناها. انه نحنا خاصة المسيحيين بايماننا. منعيش على رجاء القيامة. هاي دي بعد ما نموت يعني. منتأمل بالقيامة. بقى مش معقولة نيأس. ونحنا بعضنا طيبين. بعض ما وصلنا للموت لنتأمل بالقيامة. بعضنا طيبين بقى هيدا اليأس. يعني ما في استسلام اليوم. ما في هيدا الوضع اللي نحنا عايشين فيه. لا استسلام. في زرف البلد اللي نحنا مرئين فيه. لكن انا كنت اسمعه كتير اوقات بصعوبات العماد عون. بس احكي معه انا. اسألوا اذا زعلين. او يأسين. او شيء اللي لا. ابدا. انا لا لا بزعل ولا بيأس. اكتر مرح شي بيقدر اصل له. وهي القرف. يعني بمحلات بالمواجهة. بالمواجهة. بيقدر يوصل يعني بطبع العماد عون. ما بيوصل لليأس. اي. وللاستسلام. اكتر حد بيقدر يوصل له. هو القرف. بس القرف ما بيخليه ما يتابع. ما بيخليه ما يتابع. طب. اليوم كيف بتشوفوا. اذا بدنا نقول. الافريقاء الاخرين يعني. وتموضع خارج هذه السلطة. قديش بتشوفوا انه. يمكن هني عم بيحققوا مكاسب اكتر من اللي انتو عم بتحققوه. بوقت انتو عم تكونوا يعني. اذا بدنا نقول. يعني في قطع للعلاقات مع الكثير من الحلفاء والافريقاء السياسيين. بوقت هني عم بيحاولوا يجمعوا ايضا رصيد. بالعمل السياسي. بالعمل السياسي. بدك انت تاخدي قرار. انت بدك تعملي مصلحتك الخاصة. والله مصلحة بلديك. بس يجتمعوا مع بعضهم هي ازرف شي. لانه ما بيعود الواحد يكون ماشي عالطريق. بس في مفاصل بدو يقرر فيها. وهي بتكون مصيرية. بين مصلحته السياسية الزيتية كفريق سياسي ومصلحة البلد. ورح اعطيك امتلي. نحنا لو من اصحاب هذه الخيارات. نحنا كان افضل عدم التفاهم مع حزب الله. لانه الوقت كنا اخدين وما حدا يقدر يقطع علينا. ولا يقدر يوصل لسقفنا بكل المواضيع اللي بتنترح. خاصة بالالفين وستة. كانت مصلحتنا نضال معنا سبعين بالمية. وما نيجي نحنا نحط من رصيدنا كرميل نخلص بلدنا. نحنا وهي عن اناعة مش لا تربيح جميلة نتبهي. ولا انه متل ما اكتر بفكروا انه كرميل اهداف بالعكس. وكانت هايدي اصلا اصلا. انا اكيد بعرف كيف بفكروا. ومسؤول كبير اي اللي ايها. لان كنت مكلف بمهمة من العماد عون بموضوع معي. وقال لي اذا فكروا وقلوا للعماد عون اذا فكروا انه بيقدر يطلع منها هايدي دل موجود. ويضال محافظ على شعبيته هايدي رح يخسر كل شي. يعني هني كانوا مع تقدين. انه هايدي التحول هايدي رح يقشطنا. طيب ما. ونخلصوا منا. بس ما خلصوا منا. وفقته كثير من شعبيته. لا ماش كثير. نحنا بس السبع. لكن انا اذا كان معي رسمال معي. جيتي بعد فترة. قلت لي قدي صار. قلت لي قدي صار ثلاثة ربيعه. بتعتبريني خسرت. قلت لي لا. ما انا هيدا الربع. انا هيدا استثمرته. استثمرته بعلموليدي. استثمرته بشي مهم. يعني بالاخير. هايدي الجزء العشرين بالمية اللي خسرناها. او الخمسة عشر بالمية بوقتها. هاي استثمرناها خلصنا بلدنا. نحنا شو المطلوب حتى اليوم. حتى اليوم. بس خمسة عشر بالمية. وان المصلحة. هايدي البكرة الانتخابية تخلي دخيل عرضي. انا هون على الكرسي عندك. انا مش لي انه انا جاي او انا فارد حالي. او بمجلس النواب. انا الناس اختاروني. بكرة بيرجعوا بيختاروني. غصبا عن راس الكل بيكونوا اختاروني. واذا ما اختاروني انا بنحني للرأيون. وانا بروح بقعد بباية. او بتكفي نيضاني. متل ما انا بدك. او بترجعوا يعني اخر شي. لحجب الشعب. وبكرة هايدي ما حدا يصادروا لرأي الشعب. وبكرة هايدي الوعي اللي بده يصير. واللي انا بعدي شايف مؤشراته. اكيدي بدا تبلش. والاصوات اللي عم بتبلش تطلع. تحكي بشكل واعي. وبيدي ارجع معلي. بدي اقرالك بس جملة. من واعزة. لانه زمن السوق. انا كثير عجبني. لان نحنا بزمن السوق. بتقليلي انتم مبسوطين. لا نحنا بزمن السوق. لانه بيقول. ما يزيد يقينا. اننا نعيش في زمن سوق. هو نوعية الكلام. والسرسرات. التي نسمعها حولنا. نسمع في الداخل. كما في الخارج. اصوات كذب. وخبص. يعني كل هاي الاشعات. والمؤامرات. وشيطنتنا. وشيطنت الوزير بسير. انا هاي بفهمه هذا. وخبصه. وتآمره. وظلمه. وبهتانه. ولا مسئولية. واسترداء. او كلام استغلال. وانتهازية. وتحريد. او كلام استعطاف. وغسل ايدي. ولا مبالات. وحتى الشعب. الذي ظهره. بجزء منه. مسيرا. جاء اكثر كلامه. شتاما. سطحيا. وغير هادف. اكيد مش هاخدلك. اي. هذه العزة بالامس. يعني اخدت هيك. اذا بدنا نقول. اهتمام كبير. لا. لانه عم بتصيب. تبقى اهتمام. لانه هيدا الواقع. اللي عم بتصيب. حالتنا اللي نحنا فيها اليوم. مش معناتها نحنا اذا علية الصوات. انه هيك بيكلوا لنا راسنا. او هيك منصدقون. ولايكي. لايكي شو صار بكل الدول. الذعيدي والقريبة. الانظيمة الكادية تهشي. بأصوات متل هايدي. الشططة. وخرابية البلدان اصلا. ما وصلوا لنتيجة. يعني اليوم في صلابة بالموقف. ما في تراجع. امام اي صعوبات. ابدا. اليوم في. يعني بعدنا كمان عند موقفنا. يعني حتى تشكيل هذه الحكومة. حتى لو ما تشكلت الى نهاية عهد الرئيس ميشيل عون. ماذا سيسلم بعد سنة ونصف. ما يجرهم انهم بهاي الطريقة. هني لو بيقدروا بيعرفوا. ما بعرف مين بينصحهم. مين عم بيحردهم. تاريخ العماد عون معروف. جملته الشهيرة. قال لهم يستطيع العالم. ان يسحقني. ولكن لا يأخذ توقيعي. طيب. اهون اهون كان فيه دبابات وطيارات بوقتها. وكان فيه حتى هاي النقطة مهمة. حتى التقاطعات الخارجية كانت ضد مصلحته. اليوم ما بدنا ننسى. ان التقاطعات الخارجية شو. التقاطعات الخارجية مش ضد مصلحتنا. نحنا كل شي عم نقول نفصل حالنا عنا. مش لانه هي ضد مصلحتنا. بالعكس هي جاي لمصلحتنا. بس نحنا حرام نخسر الوقت. نحنا المحل اللي عم يجاعنا اللي تفضلتي فيه مادام امل هي وجع الناس. نحنا هاي دي النقطة ازا بدك. وهي النقطة ضعفنا. هي نحنا ناسنا وغيرهم. مش بس ناسنا اللي جمعين. اكيد اكيد. كل العالم اليوم بهيدا الزرف. وبعدين معلش شي خلينا نعترف كمان. انه اليوم في اجا تدخلات خارجية. حيتي عن العقوبات اللي هي اشخاص. بس اليوم كل شي محضر كان. من العقوبات هني بمواجهة حزب الله. وايلينا. بالنتيجة يا ريت سمعوا منا. النالون هاي دي بتضرب لبنان قبل ما تضرب حزب الله. واليوم والدليل. اليوم يمكن حزب الله كفريق. كان مستحضر الى. وكان عامل اذا ردك. سياسته النقدية والمادية. لا يضل محافظ على حاله. وبعدين نجح فيها. مش هو اللي تأثر. بيئته تأثرت ايه؟ لانه من البيئة اللبنانية. صح. لانه من المشتبع اللبناني بالنتيجة. طيب. يعني حتى الاهداف اللي حطينا هني من ورا كل هيدا الامر. ما وصل لغاية. ولو سمعوا مننا من الاساس انه هيدا ما بتفيد. رح تخربوا البلد اليوم. اذا بتقري بين السطور. بتحسي الكل. الامريكان والاوروبية وحتى الخليجية. فيه تحول عندهم من ناحية انه الوضع بلبنان ما عد يحمل. قبل كانوا مرتحين وتركينه. وخصوصا يعني التحذيرات لوزير فارجي الفرنسي. بلا شوف اذا هيدا شي مشاجر. اتصل الرئيس ماكرو مع الحمد بن سلمان أيضا. طب هيدا بيدل معناتها انه اللي بدي يلعب هيدا اللعبة. انه ايه بدي اتركها لأخ العادلين هددوا فيها. فكروا انه هايك يعني بخلونا نستسلم. كل شي مباح والتضحيات كلها مباحة. بس تضحيات مقابل شي. طب اليوم ما حلفائكم. مش قادرين تفرضوا البتكنية. شو ناطرين اليوم. اليوم الرئيس سعد الحريري غادر. بس قالكم انه هو تليفون مفتوح. طب معقولي تصرف مسؤول هايك بيقول انه أنا بتتشكل الحكومي انه تليفوني مفتوح. طب كمان ما فيه ظهر لنهار مثلا من البلد. ما عم تركب الحكومي. هو ناطر جوابكن كمان ناطر جوابكن كمان. نحنا اللي طلعوا الرئيس الحريري عالشجرة. كنا عم نقلهم قابل. طب بنا نشوف الخطوة التانية شو. تذكرين. أمل. كل اللي عم يحكوا هلأ. انه فخامة الرئيس بس عطى مهلة جمعة الاستشارات. قامت لأيامي. عم بيأخر البلد. طلع ما عموا حق ولا لش ما عم بيبعد ينحكى فيها. انه لو تخلنا جمعة تانية. ما بدك تنسى اليوم كمان هن تهمينكم بالتعطيل. اليوم هن الفريق المستقبل. تهمينكم انتم بالتعطيل. انه انتم عم تقبلوا بالتشكيلات اللي عم بيقدمها. شو بادي يقولوا. يعني اليوم التهمية متبادلة. اذا شي مش مقبول متقبل فيه. قدموا شي مقبول اللي نقبل فيه. في زرف استثنائي عم بيقولولكم. طب لاش الظرف استثنائي علينا مش عليهم. ما زال فيه ظرف استثنائي لاش عنا دو ع 18. ما فيش ظرف استثنائي. اساسا اللي عم يتسلح هي ما سألتين ايها بس كنت مستنزر في سألينيها. اللي هي. المبادرة الفرنسية. ما مين دربة للمبادرة. ما مين دربة للمبادرة. المبادرة الفرنسية كانت الرئيس الحريري. دخلك شو اختصاصه. مش المبادرة الفرنسية اجا وراها دغري تسمية الرئيس مصطفى قديب. صح. هاي المبادرة الفرنسية. مين دربة للمبادرة الفرنسية؟ مين دربة؟ الرئيس الحريري. لي ما خلى مصطفى قديب يشكل. لي حط عليه شروط وتعيدات. طيب كان بده يوصل هو للرئاسة واضحة يعني صارت الهم وروم. المطلوب اللي بيحكي عن تطحية بيبلش من هون. بعدين. اللي بيحكي بمبدأ المداورة. طب اليوم. وين صار مبدأ المداورة؟ سنين احنا ما عم نفتح المشاكل. بيحكي بالاختصاص. قبلنا بالاختصاص. بس مين بيسميها الاختصاصة؟ بعدين اكتر من هيك. بدستورنا. عم نحكي بالدستور نحنا. اول شي رئيس الجمهورية. منو خيال صحراء. كنت عملك هذه الساعة وما خليتيني كافة. المرحوم جورج سعادي. بكتابه بالطايف. وقت ناقشه صلاحيات الرئيس. قال له ما زلطو من كل شي. تركو له هيدا البوكسر انو توقيعو. بيقدير على القليل ياخد حكومة. كون هو مرتح له. هيدا البوكسر البعضو تركينو لرئيس الجمهورية. غيرو شوفي. بدو شلحو اياه كمان. هيدا الوحيد. وهيدا موسق. ومن هون بناشيد الرئيس الحسيني. هلا ما بعرف لأي اسباب. ما بدو يقول المحاضر. بس هيدا كمان ملك المجلس النيابي. وملك الشعب اللي بداني. حلنا نعرف. بعد ثلاثين سنة. او اثنين او ثلاثين سنة. يا عميك شو صار؟ طيب اليوم حضرتك عم بتقول وقلت بأول حال انه في ازمة ثقة بين الرجلين. واليوم على ما يبدو الرئيس سعد الحريري بدو يشتغل بعدي. هو يكون مرتاح لأله. هو قادر. اذا صار فيه قرارات انه يتصدق على هذه القرارات ويمشي فيها. اليوم ما بيوسع فيه. يكونوا انتو ما بتوسعوا في الرئيس سعد الحريري. انعيني انه هو المنقذ يا ستي سلامت جدلا انا بدي ضحي. بدي ضحي لحكومة انقاذ. اليوم بدو ينقذني من الوضع اللي انا فيه. هو رئيس الفريق السياسي اللي عمل كل هالسياسيات المالية والاقتصادية والنقدية. انعيني انا وكلها التراكم هيدا. هلأ صف المنقذ لحاله. المشكلة قبلنا فيه انه نكون كلنا. لانه هاي التركيبة اللبنانية صار بدو لحاله يكون هو المنقذ. انعيني انه هو منقذ. اليوم مين عم يعمل صفرات الى الخارج لجلب دعم اللبنان واللبنانيين. مين عم يعمل صفرات للخارج لدعم لبنان واللبنانيين. عم بيجمع يعني اليوم اذا بدنا. معيك حق معيك حق. معيك حق بعتذر. بدنا رئيس حكومي مش ابن بطوطة. في عنا حكومي بلبنان بده تتألف. انا مش رايح اخد رهيني كل الشعب اللبناني وناطر يرضى علي هي وبيع هون وشتري هون. مش الحكومة لبنان بتتألف بلبنان. اكيد في تأثير للخارج في علاقات بده تكون. بس مش هني كل شي كمان. انا في حكومي بلبنان بده تتألف. لمين بدي بيعه برا. ولمين ناطر يرضى علي وشو بده يعمل منه وفرجيهون انه انا لك شو بقدر اعملكون. لا ما بدنا نحنا هيك رئيس حكومي. في ناطر ناطر شو رئيس الحريري كلمة السرقة الخارجية كلمة السرقة السعودية. شو ناطر اليوم الرئيس سعد الحريري ليشكل حكومة يرضى عنا الرئيس ميشيل عون. انا ما بدي فوت لا بالاتهامات ولا بمحاكمة عن نواية. طيب. انا بدي يقول انت مكلف عندك مهمة. انت حط وقت لحالك ما فيك تترك البلد هيك. الرئيس مصطفى قديب شو قال. قال انا بعطي عطى مهلة اسبوعين. وقال انا بهوضي الاسبوعين ما قدرت شكل بدي اعتذر. كون فشلت. حط انت حط الدات تبعك. حط اللي ميت للك. قام طالبوه جدد جدد لشان. الدستور مش عطى بعرف بس. الدستور بيعطي. اخلاقه ما بتعطيه. وطنيته مش لازم بتعطيه. يقول يفقعه بوجنا يقول انا ما عاد بدي. ليش متمسك فيها. انتو هيدا اللي عم تحاولوا تعملوه اليوم عم تحرجوه لا تخرجوه اليوم. بهايد المحاولة. كل اللي حكيتو هيدا الخلاصة تطبعت معي. اذا بدك هايك خلاصة رحيلك يا من الاخير. لا عودة الى الالفين وخمسة. والنقطة على الساطر. يعني اليوم ما في حكومة على هالأساس. بديك تحرجو بك تطلعي بديك تنزلي. لالالفين وخمسة ما في عودة. وخلاصنا بقى. كل هيدا الطريقة وهيدا التزاكي والتشاطر. لانه هاوا الكلمات اللي استعمالهم فخمت الرئيس. على لي لي قدامي. اللي اخدوا علي موضوع انه عم بيكذب. انا بعرف شو نيتو كان يقوله. لقاءه الرئيس المكلف. قلت له شو وينصرنا. قلي مرة قلي عم يتشاطر. هايدي معناتها انه. مرة تانية قلي عم يتزاكى. يعني انا اخدتها بس سمعت انه عم بيقول. عن موضوع عم بيكذب. هايدي هي زيتها. بقى ما عد في حدا لا يتشاطر علينا. ولا يتزاكى علينا. في بلانين باقلة شي. المينموم بالدستور اللي هايدي بيفرض شراكة رئيس الجمهورية. هلأ بعدك عم بتقليلي. شو عمل رئيس الجمهورية. وردنا عكل اللي بيقولوا ايه ما هو. المسئولية بتقع على رئيس الحكومة. ما حيرتونا. من جهها. المسئولية على رئيس الحكومة. وكل الفشل وكل اذا بدك الوضع اللي نحنا فيه. العهد 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 ومسئوليتكم. لا ولكن رئيس سعد الحريري يشعر بانه هو المسئول عن هذه الحكومة. تعافوا وين نشرتكم معنا. انه على طول. بتتهمونا بشي وبعكسه. متل ما قلتلك هلا. بتتهمونا بالتلت وبتتهمونا بالاخصائيين. بتتهمونا بيه. خلص جسمكن لبيس عم يتهموكن كتير. كونوا منطقيين. عم يتهموكن كتير. انه شي يصدقوا بقى الانسان. في تهمي بقى بدو يصدقها الانسان. لا اليوم المواطن اللبناني ما بدو يفوت بكل هذه المسائل وهذه التفاصيل. ليس مسؤوليته يفوت. اليوم نحنا بوضع استثناء المواطن اللبناني بدو حكومة تقدر تمشيله اموره. ما اذا في حكومة يتمشيله اموره نحنا حنصرني ما قلناها. ولكن المشكلة اليوم اللي عم تنترح واللي عم بتبين اذا كل هذه المشاكل ما قبل تشكيل الحكومة بكرة بس تتشكل الحكومة شو راح يصير داخل مجلس الوزارة. بيكون عدة السبت بتيزي اليهودي كما بيقوله. لا شو بيك اليوم. لا ما هيدا المثل بيقولوه ما هني شو بدهم. ما هني بيتعمونا الضرب. اي. وبالاخر بيقولوك ما نشا قبلت. ما صرت عمر واقع. هيدا اللي عم نجرب نحنا ما نوقع فيه. ما توصلولو له. لقلو مسؤوليتنا. ما هلا بعدك عم تقولي بالمحليات اللي مش مسؤوليتنا وبتقولول لي مسؤولين. اذا بعدك هلا عم بتقوليها عملك بدي المينموم من الادوات. لكون قادر اوقف. طيب. انتو بتكون مينموم من هذه الادوات. والرئيس سعد الحليلي بده المينموم من هذه الادوات. حسب الطايف مين البلد. كل بلد. افش مين بدو يدر له سياستو. لبنان مين بدو يدر له سياستو. مين انا بدي اسألك. انا اللي بدي اسألك. بالحكومة اللي عم تطرحوها. بكرة في عندك موقف. اعتبري تطلب منا موقف. ونحنا هيدا درسناها. وقت اللي كان عم نتهدد. انه عقوبات على الوزير بسير. اعتبري لو استجابنا. بكرة بيقولولك بك تأيد صفقة الارض. شو من اعمل. الحقيقة يفتي معهم بالتونيل. وقلناها عراس السطح. ويمكن نحنا الفريق اللبناني الوحيد. اللي بيقدر يقول. عندي علاقات مع الكل. وبيدي علاقات مع الكل. بس نحنا علاقات صداقة مش عمالة. تم ليش غيرك رح يقبل بصفقة القرن. كمانا يعني شو. شو عم تقول. مين بدو ياخد القرار. الحكومي مبدئيا. بدستورنا. بأنوننا. اسألي دستوري أو أنوني. صح. ما هذا رح يقبل فيها لصفقة القرن. بترفيم الحدود. لا. دخنا بالكذبة. طبع اخصائيين وحطين عراسهم. رئيس كتلة المستقبل. يصف بهو السياسي الوحيد. نحنا لا الطائف. ولا الواقع الحالي. بيخلي انه فريق واحد. يستلم سياسة البلد. طبع. هو عنده شواف على هذا الموضوع. أنه لا رئيس الجمهورية هو أخصائي. ولا رئيس المجلس النيابي هو أخصائي. ولا رئيس المجلس النيابي هو أخصائي. ولا رئيس الحكومة فقط هو أخصائي. نرجع لكلام السيد حسن. كمنا كل واحدين موزع. مش عم نتراجع عن كلامنا. والتي تفهمنا علي. بس معناتها بنظامنا. اللي هو مش راكب بدو إعادة نظر في كله. نظامنا بدك حكومة. على القليلة إذا فيها تقنيين. مشكلة تقنيين. تكون تكنو سياسية. ويمكن هون من البداية. ما أنه هيك يعني من عدم خبرة وتجربة. الرئيس ميئاتي وقت طرح حل حكومي من عشرين يكون فيها ستة سياسيين. ما بدك مين ندير سياسة البلد كمان بالآخر. مواضيع سياسية بس تنطرع على البلد مين بدو يديرها. أنجأ الأخصائيين باختصاصهم. عم يتبشلوا بالإدارة. مش عم يعرفوا لمعاملات كيف تروحوا كيف تجي. كمان بديك تحمليهم سياسة البلد. عندك موضوع ترسيم الحدود. شو بدون يعملوا فيك. موضوع النازحين شو بدون يعملوا فيك. اليوم عم يطرح البترك موضوع الحياد وموضوع مؤتمر دولي. طب الحكومي مين بدو يقرر. الأخصائيين بدون يقرروا سياسية من هالنوع هيدا. طب. بدون يفوت على هيدا المواضيع مع اخر فاصل اعلاني قصير. ومن ثم نتابع السياسة اليوم. أعود إلى لكم مشاهدينا لمتابعة المحور الأخير مع النقب سليم عون. مواضيع جدا مهمة وسياسية. ستقع على عاطق الحكومة المقبلة. هل كان طرح السيد حسد نصر الله بحكومة تكنو سياسية بهذا الإطار وبهذا الجو؟ وقديش ممكن نوصل انه بالفعل تكون تكنو سياسية من 24 وزنة؟ هاي إذا الكل بيبردوا بيبردوا دراسهم. وبيلاقوا هيدا منطق يعني. فيه أكيد عمل تقني بيقدروا يكلفوا. فيه أخصائيين يكونوا مش هيدا المشكلة. بس كمان فيه عمل سياسي مين بدوا يقوم فيه. أحلى ما تصفي بكرة السياسي برات مجلس الوزراء. كمان باهدلي للحكومة وللوزراء. يعني مانا حلوي بكرة. قرارات مثل هايدي بدأت اتاخد بالخارج. ويجوا هني مش عارفين كيف اتاخدت وليش اتاخدت. بقى مشان هيك فكرة. انه يكون بس سياسي وحيد. ورئيس مجلس الوزراء. ما عم نقل له ما تكون. يعني بس بكتقليلي ما الرئيس مش هيك. الرئيس منه هو بييده السلطة التنفيذية. والرئيس بره عم بيدير مجلس نواب. هو مش عم بيشرع وعم بيرائب. بينما السلطة التنفيذية كلها والسلطة السياسية بيد مجلس الوزراء. ما بتقدري تحصريها بشخص واحد بس. وشو المانع كان. طالما ما هو هلا. بده يستشير السياسيين بره اليوم. ما بيتشاور هو والوزير جنبلات. ما بيتشاور هو الرئيس بره. يعني يوم لابد من بعض السياسيين. او من نكهة سياسية داخل هذه الحكومة. انا برأي كان اكتر شي منطق ببداية هايدي المرحلة. وقت الرئيس ميقاتي طرح هايدي. انا ما عم بتبنيها هلا. بس انا وقتها لقيتها جديرة بالواحد يدرسها. يعني انا من يدرسها. بس انه بتصور منطقية. بيحط ست وزراء. يكونوا هني بيدموا كل الاطراف السياسية. والسيد حسنها الاكتر. هل بدا فيه قرارات بكرة بدا تاخدها. صح صح. انا ما فدت فيها. حتى العين الوزارة هالمتفأة كمانا يعني. هاودي ما في مشكلة. انه اذا بيقولونه نمشوا هايك بيمشوا هايك. ما تمشوا هايك ما بيمشوا هايك. يعني ما علي. هلا ما بدي ارجع افتح موضيع وارجع من الاول. صح ما في وقت لانه. اللي بيبقى تاهم الاخرين انه باغتيال والده. وبالاخر بينطلب منه يفتح صفحة معهم او يروحوا يزورهم. تنتهي المشكلة. انا ما بتمنى نكون هايك. يعني انا بتمنى نكون اول شي. اذا عم نحكي عن استقلال. عن لبنان اولا. نعمل مصلحة لبنان اولا. سؤال اخير. انطولة هذه الحكومة بهيدي الاجواء. ولا لانه باليومين الاخيرين. وشي هيك اجواء ايجابية. وخصوصا مع مبادرة الرئيس بير اللي راح تكتمل. قد ممكن نوصل لحكومة قريبا. باختصار. اذا بدي حط وقت حس حالي. متل عم بيبصر. مش عم بيحكي سياسي. ماكي معطيات يعني. بس لقنا. عندي كراءة. تجي بتطلعي اليوم. تحرك اللي عم تتجه فيه الامور. بيخليك كانت مقفلة. نفتح بصيص نور يعني. بديك تلحقيه وتوسعي بصيص هيدا النور. بلشت بتغيير العدد. اكيد لحالة مش كافية. هلأ بدت انتقل لكي بدت تتوزع الوزارات. وبدت تروح اكتر لمن اللي بده يسمي. كعائد كبيرة. بس العائدة الاساسية اللي كنا مكربجين عليها. هيك نازل رقم سحري 18. ومكمشين فيه. سوف يليوني فيه يعني هلأ بتعتقد حسب الأجواء. بديك بالأجواء. بس ما نعرفين إذا حقيقي ولا مناظرة. لأنه هو حسب عارفنا بآخر اجتمام مع تكتل المستقبل. يعني كان بعضه مصر على 13 رزير. وقال له أنا تليفوني مفتوح. ما هو أول مرة قال له الرئيس بدي الداخلية. وشو اسمه والعدل إلك. من أنت بتسميهن. بعدين اجا مغير يعني مين بيعرف. طيب تنشوفها. بعدين بيلك الواحد حر غير. صحيح. أنا بدأت شكر حضورك معنا. شكرا. عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون. شكرا لك على هذه الحلقة. نحن راح نفوت بفاصل أصيب. نرجع بالقسم الثاني من هذه الحلقة. مع الأستاذ فادي أبو ديكي. فاصل وانه تابع.